موسيقى استعرضت المجموعة المتأهلة من المشروع الوطني لامع مشاريع المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع بحضور أعضاء لجنة التقييم العليا مشروع لامع هو مبادرة شبابية تقام تحت مظلة مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة بتوجيه من سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بهدف خلق قيادات شبابية واعدة تكون مؤهلة لتبوء مناصب قيادية في مختلف المواقع والمجالات وتضم لجنة التقييم العليا كل منه سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل وتنمية الاجتماعية وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وفي البداية تم عرض وشرح آلية التقييم المتبعة من قبل لجنة التحكيم العليا ثم قامت المجموعة الأولى بإعداد سياسة تحمل عنوان السياسة الوطنية لترشيد المياه في المدن والمساكن الجديدة ودور العبادة أما المجموعة الثانية فقدمت سياسة تحمل عنوان السياسة الوطنية لتضمين المهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل في المناهج الدراسية في مملكة البحرين وفي ختام العروض تباحث أعضاء اللجنة حول مخرجات العروض المقدمة من قبل المتأهلين لتحديد النتائج التي ستضاف إلى حصيلة النتائج السابقة للمشاركين لاختيار الثلاثة الفائزين في ختام المشروع الوطني لامع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر